كما تدين تدان كان هناك شاب كغيره من الشباب يستعمل الانترنت وغيره من وسائل الاتصال وكان يعرف الكثير من البنات يغازلهن بأجمل وأرق الكلمات وبعدها يعيدهن بالزواج ثم يتهرب منهن وكان يكرر كلماته على كل فتاة يعرفها ومنهن من قابلهن بطرقه السرية ولكثرة من عرف تأكد أن جميعهن خائنات وكان لهذا الشاب أخوات كان يحرص عليهن أشد الحرص حتى لا يقعن بأمثاله من الشباب فلم يسمح لهن بالرد على الهاتف أو حتى النظر من النافذة وكان يوصلهن بنفسه إلى الجامعة ويترقب جميع تحركاتهن حتى في البيت كان يشدد عليهن الخناق وفي يوم من الأيام أوصل أخته إلى الجامعة وبعد أن تأكد من دخولها ركب سيارته وعهد إلى البيت ليكمل أحاديثه مع الصديقات والخليلات في هذا الوقت حدثت حادثة مفجعة حيث أن سيارة انقلبت على من فيها ولو تعلمون من كان فيها لقد كانت أخته مع شاب بنفس صفات أخيها مخادع كاذب وقد مات معا موتة مهينة ماتا على معصية وقد تعرفوا عليها من خلال بعض الأوراق التي تناثرت في الهواء وقد اتصلت الشرطة ببيت أهلهما ليتعرف على الجثث وكانت الفاجعة عندما رأى الشاب أخته وقد علم بعدها أنها تحب هذا الشاب الذي مات معها وقد تعلقت به فتذكر كل الكلام الذي أسمعه للبنات وعندها جهر بالبكاء واستغفر ربه وعرف أن الله حق وأن الدهر دوار ولا تحسبن الله غافلاً عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم يوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وقد تعلقت به فتذكر كل الكلام الذي أسمعه للبنات وعندها جهر بالبكاء واستغفر ربه وعرف أن الله حق وأن الدهر دوار وتيقن أن ما فعله ببنات الناس انقلب عليه وما ربك بظلام للعبيد وحتى الآن يبكي هذا الشاب وكلما تذكر أخته والطريقة التي ماتت بها يردد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم البر لا يبلى والإثم لا ينسى والديان لا يموت فكن كما شئت كما تدين تدان